سلام عليكم ازايكم? لما تيجي تبص على مصر واخبار مصر هتلاقي الاخبار بقت واحدة مش مفيش اخبار جديدة كل الاخبار بقت واحدة كلها بتتكلم عن سد النهضة يعني في حاجة جديدة مفيش الحقيقة ان الواقع غير كده تماما في كمية اخبار مبهرة طالع من الاقتصاد المصري لا كمية اخبار هتعجبك جدا ايه اول خبر اول خبر طالع من اهم قطاع عندنا اللي هو ايه قطاع السياحة طلعت نائبة وزير السياحة اسمها استاذة غادا شلبي في تصريح لرويترز تقولها ايه تقولها على فكرة قطاع السياحة من يناير لحد يونيو حقق ارباح من ثلاثة ونص لاربعة مليار دولار داخل طيب السؤال ايه المبهر في الموضوع يعني ايه من ثلاثة ونص لاربعة مليار اولا ده في عز الكورونا يعني من يناير لحد يونيو انتعدت بالمرحلة الحرجة في الموجة الثالثة برغم كده حققت ارباح يعني كان فيه فنادق شغالة تاني حاجة واحسن حاجة في الخبر ان دي كانت التوقعات بتاعة الاقتصاديين المصريين توقعوا بالظبط الارقام دي طب وقيم مشكلة المشكلة هنا ان هم توقعوا في النص التاني من العام زيادة من 45% ل60% في السياحة عارف معنى كده ايه ان انت عندك السياحة هترجع تشم نفسها تاني طب ولما ترجع تشم نفسها تاني الناس تشتغل الناس الي كانت شغالة في الفنادق نزلت تشتغل في أوبر هترجع تاني تشتغل في الفنادق الناس الي كانت شغالة في قطاع السياحة وكان بتصوت بسبب كورونا هتشاكل نفسها المطاعم ترجع تشتغل وتطلب عمال تانيين والفنادق تفتح كاملة العدد انا عاوز اقولك ان موقع The Guardian منزل تقرير مخصوص عن استعداد المصريين للسياحة ومنزل كمية صور تحفة يعني بص بقى منزل كمية صور المصريين وهم بيعملوا التماثيل والحاجات الفرعونية استعدادا لموسم سياحي قوي جدا العمدة السمادي كل مصر تقريبا لها علاقة بالسياحة في كل حاجة يعني انت لو عندك مطعم جوه القاهرة انت ليك علاقة بالسياحة السياحة مش شغالة في الجرداء وشرم الشريخ فقط السياحة شغالة عندك ده معناه ان لما السياحة ترجع تشتغل الناس اللي قاعدة في بيوتها هترجع تاني ومن اقوى القطاعات اللي بيعتمد عليها الاقتصاد المصري في العملة الصعبة قناة السويس تحويلات مصريين في الخارج السياحة لو السياحة رجعت الاقتصاد ده هيدرب جامد ان شاء الله شوف الاقتصاد بتاعك لو رجع السياحة رجعت ومعاك الاستكشافات البترولية اللي انا جبتلك صحيفة The Independent بتقولك الاستكشافات البترولية بقت حاجة عديدة يعني المصري لما اسمع ان في حقل جاز وبترول قبل كده كان بيانبهر دلوقتي بقت عادي يعني ايه مشكلة حقل جاز يعني ايه الجديد خلاص بقى انا متعودين على اخبار اكتشافات الجاز وبترول احسب بقى قطاع السياحة لو اشتغل ايه اللي هيحصل في الاقتصاد لأ الدنيا تبقى حلوة وعلى فكر الفلوس اللي جاية من السياحة اسمها Hot Cash Hot Cash بتخش على طول في الاقتصاد وبتلف ازاي بتلف يعني بص بقى العامل اللي بيشتغل بتعدي عليه ودخله بيزيد الراجل اللي بيشتغل في الريسابشن الراجل اللي بيشتغل في مطعم كل ده الفلوس بتاعته بتزيد كلهم فلوسهم بتزيد يعني مثلا القناة السويس دي مركب خلاص بتدفع فلوس وخلاص انما انت عندك هنا قطاع الفلوس فيه بتدور على ناس كتيرة جدا صاحب الفندو والناس اللي شغاله في الفندو والناس اللي شغاله في المطعم كل الناس بتستفيد من فلوس سياحة دي قطاع مبهر انا متفائل جدا ان شاء الله لو القطاع ده يرجع يشتغل تاني تشوف الاقتصاد هيعمل ايه خبر موقفش عنده هنا فيه خبر تاني نازل بيقولك ايه بيقولك على فكرة مصر شغال على حاملة ضخمة جدا لاستهداف السياحة من الدول الخليجية يعني مصر عاملة حاملة على السوشيال ميديا تستهدف بيها العرب من الخليج بالذات ليه وده من عندي يعني اولا لعلاقاتك الجيدة جدا مع دول الخليج يعني مثلا انت مش زي تركيا دلوقتي اي سايح عربي خاصة سعودي اماراتي هي يقولك ايه يقولك يا عم روح مصر احسن من الاطراك او احسن من تركيا افكرة انا ما عنديش دلوقتي مشكلة مع تركيا خاصة ان في مصالحة او بيتكلموا مع مصريين فانا ما عنديش فيها مشكلة بس انا بتكلم عمتا الاختيار الاول لدول الخليج في السياحة يروح لاخوه هيروح برا ليه يقولك ماجي مصر وانزل اشوف مصر اللي بيحصل فيها ده لو حسافر يعني فده يوريك ان مصر شغال على الحاملة دي وشغالة بنجاح بدليل انها استمرت للعام التاني انا بس مش عجبني الاركام اللي خرجة من الحاملة بيقولك احنا استهدفنا لحد دلوقتي او الحاملة دي وصلت ل 22 مليون واحد في الخليج 22 مليون بني ادم شافوا الحاملة بتاعة مصر او السياحة في مصر الحقيقة انا متحيق لي ممكن الحاملة دي تكبر اكتر بكتير من الاركام دي متحيق لي كده ان مصر ممكن تنفق اكتر في الحملات اللي زي دي لانها بتبقى مؤثرة لأقصى درجة وكانت زمان وزارة السياحة متعقدة مع سيان ان كل ما تيجي تشوف السيان ان تلاقي اعلان عن مصر تعالوا زوروا مصر الكنان دا كله تهيق لي الاعلانات دي خفت شوية يعني انا متابع سيان ان بشكل دوري ما بشوفش الاعلانات بتاعة مصر زي الاول يعني فارجو ان مصر ترجع تاني لحملات بتاعتها في الاعلام الخارجي لان دي تبقى حملات مؤثرة جدا طب ده اول خبر عادي ما ممكن يكون قطاع السياحة رجع بس باقي الدولة خربانة مش كده ولا ايه باقي الدولة نايمة مش شغالين ما تكيش تقنعنا بحاجة يعني مش صح هقولك ابدا ده في بقى خبر احلى من الخبر الاولاني بيقولك ايه بيقولك انت عارف القطاع الزراعي مصدر ادي ايه اربعة مليون طن اربعة مليون تصديرات حاصرات زراعية طب وين مشكلة يعني ما يصدروا معادي ما هو بيطلع بالارقام دي وفي الاخر بتطلع في شنك هقولك ابدا انت عارف ان اربعة مليون ده زيادة 15 في المية ويمكن اكتر كمان بس هما كتبين انها زيادة 15 في المية تعارف السنة اللي فاتت انت مصدر بكام انت مصدر طول السنة من يناير لحد نوفمبر اربعة مليون وثمانمية الف طن السنة دي من يناير لحد يونيو اربعة مليون طن تخيل انت بقي السنة هتعمل ايه انت عندك حاصلات زراعية بتطلع برا وبتجيب لك فلوس وده اهم بنت بص ده اقوى بنت لازم تركز عليه لان ده فيه متغيرات كتيرة جدا سياسية عسكرية واقتصادية في القطاع الزراعي اه في القطاع الزراعي ازاي بص بقى يا سيدة لما تيجي بص بيقولك اهم المحاصيل اللي تم تصديرها من مصر هي المحاصيل اللي هي الحمديات الحمديات دي برطقان يوستفان دي وكلام ده كل ماشي بقى ايه مليون وسبعمائة الف طن ده الحمديات فقط طلع من مصر وتقريبا كده احنا الاول على مستوى العالم في تصدير الحمديات تيالي تاني محصول تم تصديره من مصر هو بطاطس بطاطس ستمائة الف طن وبعدها ببنجر ربعمائة الف طن وبعدها ببصل بمية واحد وخمسين الف طن هتيجي تقول لي مال ده ومال اخبار الاقتصادية والعسكرية والاقتصادية اسمع مني بقى انت هنا عندك الحاصلات الزراعية مش بس معتمدة على السوق المصري صح في عندك ناس لما قفلت في الكورونا السوق الاوروبية لما قفلت في الكورونا بتاعتمد على الحمديات المصرية اللي هي برطقان وكلام ده كله لانه هما في الزراعة ما كانوش شجالين اوي كان في حجر وكلام ده كله والناس كانت فاكرة كورونا في الاول بتروح بالبرطقان وبين انت تكون منعتك والكلام ده كله حلو فعندك تفرى في الحاصلات الزراعية بتاعتك تاني حاجة المنتجات بتاعتك زاد جودة عالية جدا امشي بس معي عشان هقولك حاجة جامدة جدا طب وين مشكلة مشكلة ان انت دلوقتي بقى ايه بتدخل عملة صعبة من ارض زراعية برضو ايه مشكلة مشكلة الارض دي اللي هي زراعية بدل ما انت كنت هتبني عليها بيت انت يعني لو انت شغال في الزراعة او كده بدل ما انت كنت هتبني عليها بيت عشان تعيش فيه وتاكل الارض الزراعية المصرية ده دي بتطلع لك عملة صعبة دي مش بتطلع لجنيه او اتنين جنيه او عشرين الف جنيه ده بالعملة الصعبة ده ولا بقى هتغرب سافر ولا هبهدل نفسي ده وانا قاعد الارض الزراعية بتاعتي بتطلع بالدول مش بالمصري فانا هابني عليها بيت ليه؟ انا اخد بيت في حتة بعيدة بعيدة على الارض الزراعية دي ده اولا تاني حاجة لما تيجي تبص ان مصر مصدرة الكمية دي من الحصولات الزراعية هي معتمدة على ايه؟ على محطات تحليت المياه ولا على مية النيل؟ اللي عندك دولة زي اثيوبيا عايزة تبني عليها سد وتمنع عنك المية دي معنى كده تأثير السد مش بس مية عشان نشرب ده بيدمر لك اقتصاد اقتصاد هيبتدي يبقى نواة لحاجة ضخمة جدا مع قطاع السياحة مع البترول تحويلات المصريين للخارج هيبقى عندك القطاع الزراعي ده بيطلع لك دهب هتهمله مش هتضرب السد يعني هتتفاوض على حاجة بتمس روحك وبتمس اقتصادك في الاخر انت هنا بتتكلم على ثروة اقتصادية بتنمو بتنمو انت كل سنة معدلتك بتنمو عن السنة اللي فاتك انا بقولك اهو اربع مليون طن بدل ما كانوا في السنة بقى في 6 طشر او في سرعة طشر ولا حاجة احنا مشين كويس القطاع ده دهب مين اللي خد باله من الدهب اللي هو في قطاع الزراعي ده الامريكان طلعت واحدة اسمها ايه اسمها الاذابيث ميلو الحقيقة السبت دي هي الملحق الزراعي الاول في السفارة الامريكية اقتلك ايه اقتلك على فكرة بقى امريكا استثمرت مليار ونص في قطاع الزراعي المصري ازاي اقتلك على فكرة احنا قدمنا كرود تدريبات قدمنا 240 مليون دولار لتحسين طرق الري في القطاع الزراعي المصري قدمنا مساعدات في التسويق بالنسبة لحاصلات الزراعية المصرية قدمنا تدريب قدمنا حياة كتيرة جدا امشي مع كلامها هتقولك ايه هتقولك اصل مصر واخد المرتبة 13 في تصدير الحاصلات الزراعية الامريكا احنا عايزين نحس ان المرتبة دي وبدل ما تبقى 13 نرفع الكلام ده كله ليه اولا انا علكتهم جيدة جدا بيك تاني حاجة شايفين ان دي فرصة هيلة جدا اهو الامريكان بيحط فلوسهم كده وخلاص يعني على فكرة دي مش معونة اللي انا فهمه ان دي مش معونة هم شايفين فرصة جيدة جدا هم شايفين فرصة على فكرة يا بتكلمك في 500 الف مزرعة صغيرة او مزارع صغير هم اهتموا بيه ودولوا كرود وحاجات زي كده بيحاولوا يساعدوا القطاع الزراعي المصري انا شايف سيحب بقى المجال انا شايف ان الامريكان شايفين حاجة في القطاع الزراعي المصري ده ومتفقلين بيها وبيحطوا عينهم عليها شايفين ان يجي منه يعني تاني حاجة في القطاع الزراعي المصري في مشكلة كبيرة جدا ليه ايه مشكلة المنجا حدش عنده اجابة في مشكلة المنجا دي ده في مائبة في البرلمان اسمها امل رزق الله قدمت طلب احاطة في البرلمان باللي بيحصل في المنجا معلش يعني انا مدخلك في موضوع المنجا بس فعلا موضوع المنجا بقى ابتدى يبقى غريب بيقولك في حاجة اسمها العفن الاسود فيه ناس بتطلق عليه العفن الهبابي يعني ده بيجي يصيب المنجا بشكل كبير ومؤثر على محصول المنجا بس في نفس الوقت طالع تقرير بيقولك على فكرة بقى المنجا المصري بتنافس في الاسواء العالمية بشكل كبير جدا بتنافس مين المنجا الكينية يعني كينيا عندها منجا عاوزة تصدرها بشكل كبير داخل قصادها المنجا المنجا المصري والمنجا المصري مستحوزة بشكل كبير جدا على عدة اسواء وكينيا مش عارفة تنافس معاها يعني ماما كاببين كده هتيجي تقولي انت عملت كلمني في مانجا وبرتقان ايه الكلام ده هقولك تعز الكلام ليه انت عندك الحاجات دي برخص التراب رخص التراب انت بتزرع ارض ولا حاجة يعني شوف انت بزور المانجا والتقاوي والكلام ده كله ولا حاجة عشان في الاخر يجيلك عملة صعبة ده شيء هايل شوف كمية العمالة اللي هتشتغل عن محاصيل دي كلمة نفسها ولا حاجة بس في الاخر بطلعلك فلوس دولارات دولارات من ارض الزراعية مش هتعتدي عليها بعد كده وشوف تبطين الترع بقت حاجة مهمة ازاي شوف تطوير الريف المصري بقت حاجة مهمة ازاي القطاع بتاع الريف المصري ده ما بقاش حاجة مهملة خالص ده انا هبصله زي السياحة بالزبط مش هو بيجي يقولك طور شرم الشيخ وغردقع عشان السويح لما يجو حلو طول لي بقى الريف المصري عشان هيدخل لي دولارات وعملة صعبة تالريف ده بيطلع منه كنوز لحد هنا كلام ماشي انا معديش في مشكلة اللي جاي بقى احلى كمان طلعت ايه طلعت شركة اسمها منلي الشركة دي غريبة جدا دي بتاعت ايه بقى يجيبلك فنان كده يقولك لو عاوز منه كلمة رسالة معايدة بالفيديو او بالصوت زي ما انت عاوز يعني تدفع فلوس قليلة مش كتير يعني وتاخد الفيديو ده من الفنان ليه كنت شخصية وعلى فكرة الموضوع ده ابتدى يمتشر كتير قوي في مصر في اكتر من شركة زي شركة منلي دي في ستارلي وفي كذا شركة يعني الحقيقة القطاع ده اكيد مش قطاع كبير لان هو لسه طالع يعني حتة المعايدات والن الفنان يعيد عليكو الكلام ده كله مش قطاع قوي يعني صح؟ الحقيقة انت غلطان تماما القطاع ده على حسب الكلام اللي طالع ان بيقولك المغنين ابتدوا يأجلوا حفلات عشان يصوروا الفيديوهات القصيرة دي يشوفوا بقى احنا وصلنا ليه؟ الممثلين بيأجلوا order لمدة ساعة ساعتين عشان يصور كمية الفيديوهات اللي جياله من المعجبين بيه عشان يبعت لهم رسالة متلفزة او رسالة متصورة ليه؟ تعالف شركة منلي الصغيرة دي شركة صغيرة دي ايه؟ انا مسمعتش عنها قبل كده والله الشركة دي مطلعة ثلاثة ونص ثلاثة وستمائة الف دولار في سنتين شركة واحدة مش بكلمك في باقي الشركات انا اسمعت عن ستارلي انا دي اسمعت عنها مين لي دي او مرة اسمع عنها؟ ولاقيت جواها تامر حسني وفي فيه عبده ايهاب توفيق بص نجوب الفن كله ده بيزنس جبار بيزنس لا يخطر على بالك التكنولوجيا الراجل قاعد بيصور فيديو لمدة دقيقة كل سنة انت طيب والصد حيتضرب والله انت عاوجه والله يتبقى حلو قولها انت اطلع صور انا كمان في فيديو قولك الصد حيتضرب ما علينا مهم فالفيديو ده اللي مودة ديها شوف بيعمل منه الدقيقة عفكرة انا مش بحسله بس انا بتكلم على وجهة النظر ان بقى الفيديوهات دي ان هو يقولك المغني بقى يأجل الحفلة بتاعته وممثل بقى يأجل order بتاعه لا كلمة كبيرة عندي اوي فده قطاع رهيب طب شركة منلي دي عفكرة انا معرفهمش ولا اخد منهم فلوس بس شركة منلي دي بيقولك شركة جديدة دخل فيها شركاء جداد بس هم مركزين على واحد اسمه محمد الشناوي زي ما انت شايف صورته كده ده كان شغال في هوليوود كان بيساعد الافلام في هوليوود وكان بيعمل فيها اجزاء صغيرة مش كبيرة يعني هو مش مخرج جبار لا بس كان بيساعد في هوليوود فالرجل عنده فكر فتح شركة منلي وهو كو فاوندر يعني هو شريك كبير او شريك مساهم في الشركة دي وكسب دهب الشركة دي شغالة على مصر فقط لا شغالة على الشرق الأوسط كله مسكونا انها تطلع ثلاثة ونص في سنتين ثلاثة ونص مليون دولار ربنا يبارك لهم يعني بس انا بتكلم الرقم ضخم رقم ضخم يعني ربنا يوفقهم اتمنى لهم الكل خير وانا شايف ان قطاع التكنولوجيا في مصر ابتدى يتطور بشكل رهيب يعني شوف بقى انا كلمتك قبل كده في طلبات والمانيوز وطلعت عند كلامي والاعلانات عملت تنزل بطريقة هلمية من المانيوز وطلبات فالاستثمار في قطاع التكنولوجيا في مصر ابتدى يتوسع بشكل رهيب جدا اخر خبر واهم خبر بقى طلعت بلومبر استضافت مين؟ استضافت وزيرة التعاون الدولي اسمها مين؟ رانيا مهشاد طلعت الست بتتكلم بمنتهى الاحترافية وزيرة دي محترمة جدا وطريقة كلامها اكثر احتراما ولا شد انتباهي في الانتروفيو اللي هم عملوه معاها كزا حاجة اولا الست بتتكلم بمنتهى التلقائي يعني فيه ناس فيه موزيعين او وزراء يطلع يكون محضر الاسئلة ومحضر الاجابة عليها فتلاقيه بيقعد ايه؟ يتلجل كده شوية يقعد يقرأ فيه مثلا زي شاشة بتطلع قدامه كده يقعد يقرأ مبتكلمش على لقاءة الوزراء بس عمتان يعني السيدي دي بتتكلم منتهى التلقائية ومعلومات اللي عندها جاهزة يعني هي عارفة هي بتعمل ايه وشغلها ماشي ازاي وللافت اكثر امتباهي اللقاء ده الساعة كام بص الشاشة مكتوب عليها كايرو الساعة كام؟ ستة الصبح ستة الصبح والست لا شكلها نايم ولا شكلها تعبان ولا لسه عيب ما من النوم ولا اي حال دي الست قاعدة كأنها بتيجي كل يوم مكتب في الوقت ده الصبح ايه ام ايه ام يعني الصبح ده في توقيت مصر الست دي محترمة جدا طريقة كلامها عجبتني جدا المعلومات اللي قالتها معناها ان هي شغالة كويس ربنا وفقها وربنا يكرمنا بيها قاعدة تتكلم على الاقتصاد المصري ازاي نجي من كورونا وازاي معدلات فيه تحسنت بشكل كبير وان البنك الدولي بيثني على الاقتصاد المصري بشكل كبير بصراحة عجبني جدا الانتروفيو وربنا وفقها دي كتحبت اخبار كده عالصبح اقتصادية انا شايفها اخبار كويسة جدا في حاجة بس اعاوز اقولك عليها ان شاء الله هشيتني هتبقى احسن احنا مش اعظم دولة في العالم من حيث الاقتصاد يعني بس في الاخر احنا فيه امل احنا شغالين احنا مش بنسكت زي ما فيه ناس قاعدة على القهاوي ومش لاقيها شغل فيه ناس شغالة بحرقة يعني فيه كمية شغل في البلد لا فيه ناس شغالة ربنا يبارك لهم وربنا يبارك لاي حد بيشتغل ويساعد البلد دي سواء في عملة صعبة سواء اقتصاديا في اي حاجة ربنا يبارك لنا كمصريين وفي الاخر احنا محتاجين ندعم الدولة انا ما عافش ازاي بس محتاجين ندعم الدولة في موضوع السياحة دي والترويج للسياحة يا رب اكونش رحتلك الموضوع بشكل مبسط وحيضرب وعلي انت عاوزه ورفع رأسك فوق انت مصري سلام يا محروسة بسيف شاطر وصف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابة حميك يا رب العالمين من الضلي ومن الخيني ومن الخلق اللي بين اهلك متسوسة يا محروسة